السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم نحكي وانفيت على زوز أخبار مهمين ولكن خبر غريب جدا مش خليف الجزء الثاني بتاع هذا الفيديو نحكي دواء على أخبار يخص الوزير الأسبق القيدي السابق في حركة النهضة يخص نوردين الخادمي وتحجير السفر علي ومنعه من السفر خالي نقول اليوم يجي هذا في ظل زادة جملة من الإجراءات بخصوص عدد من المسؤولين السابقين وإلا نواب سابقين كما مؤخراً التيار الديمقراطي أصدر بيان قال إنه إحدى النائبات متاعه مش هيت تحب تجدد الباسبور متاحها فقالوا لها ركمة نجمش على خاطر فما إجراء حدودي يعني يتعلق بيك اللي هو الاس دي سات في الاس دي سات هذية طبعاً تعرفوه الإجراء الناس الكل يعني الاس دي سات ممنوع من السفر ولا تتعلق به بعض المشاكل وإلا الإجراءات على كل البنح العشية نوردين الخادمي يهبت خبر بأنه هو وعائلته يعتصموا في مطار تونس قرتاج الدولي يقول بعد منعه من السفر سبعة مرات دون موجب قانوني على حد تعبيره دخله في اعتصام هو والعائلة أمتعه خطر منعوه من السفر يعني منعوه من السفر عبر مطار تونس قرتاج الدولي نوردين الخادمي يعلن هذا بنفسه يقول لها راني دخلت في اعتصام في مطار تونس قرتاج الدولي ويقول فيما بعد يعني زوجته تبرتاجي في نفس الصفحة أمتعه تدوينة تقول زوجي نوردين الخادمي في مراجعة طبية عاجلة بالمطار وشاهدنا صورة هبتت زادة بعد سوء كل شي راموثق على صفحته رسمي على الفيسبوك نوردين الخادمي هيك صفحة فيها فيها أكل السينيو دو فيريفيكاسيون ذيك الزرقى نوردين الخادمي وعك صحية حادة أصيب بها الدكتور الخادمي بسبب منعوه سبع مرات من السفر دون موجب قانوني شفاه الله والله الحقيقة الجملة هذي كل حد مريض رهو ربي فرج عليه وكل شيء أما وعك صحية صفحة رسمية ريذي اللي تحكي وعك صحية حادة أصيب بها الدكتور الخادمي بيش بسبب منعوه سبع مرات من السفر يعني المنع من السفر سبع ولا ثلاثة ولا خمسة مرات ولا عشرة مرات يسبب وعك صحي فدائما أقول بأنه الأسباب خاصة اللي هما في المعارضة حركة النهضة الكل كان وقفوا حد اختطاف كان وقفوا حد احتجاز كان احتفظوا بحد محتجز اجريوا يا منظمتي يعني بالحق سبب غريب لو كان يقول تعرض الوعكة صحية والله ربي يش فيه وش عنا فيه أما تقول تعرض بسبب وعكة صحية بسبب منعوه سبع مرات هذا هو السبب انت تعرضوا إلى وعكة صحية حسب ما تقولوا به الخادمي في تصريحات لقناة الجزيرة البيرح تكلم معاهم في التلفزة فاشنو قال قال انه ما هوش بشي فك الاعتصام امتاعه في مطار تونس قرطاج الدولي بعد ما تم منعه من السفر في سبع منسابات دون إذن قانوني ما فمش حتى قرار قضاء يتعلق به ويقول اللي خادمي انه تظلم لدى رئيسة الجمهورية وبعث الرئيسة الجمهورية عدة مراسلات في الغرض ويرجح انه هالمكاتيب هذه ما وصلتش إلى رئيس الجمهورية معناها لم يقع اطلع رئيس الدولة على قيسس عيد على هذي المكاتيب على حد تعبيره يقول وإلا لو كان وصلت له المعلومة عمره ما كان ينجم مش ينجم يعني عمره ما يرضى انه يمنعني ما يرضى معناها في المنع هذه وإلا ما راهه ما ترددش بالكل في رفع هذا المنع عنه يقول الخادمي انه هو ما فم حتى قضية فسيد ضده بعد توليه وزارة شؤون دينية طيلة عامين كاملين يقول اللي هو بعيد على كل الأحزاب طبعا وكان في حركة النهضة وخرج من حركة النهضة فبالتالي الحقيقة معناها المبريرات المتاعه خاصة لتعرضوا إلى وعكة صحية يعني مثير للسخرية عبد السلام القيادة في حركة النهضة يقول دولة العلو الشاهق في المؤسسات والقانون واحترام حقوق الناس وحريتهم انها الجمهورية الجديدة للشرعية والمشروعية هب التصوير متع نوردين الخادمي متكي على كراسي الانتظار في المطار ويقول انها الجمهورية الجديدة للشرعية والمشروعية التي يمنع فيها الدكتور الخادمي من مغادرة البلاد سبع مرات متتالية دون أي موجب قانوني ويضطر للمرابطة والنوم في مطار قرطاج والقادم أعظم ولا حول ولا قوة إلا بله زيدي هب التدوين أخرى ويعبر على تضامنه مع الدكتور نوردين الخادمي قل كل التضامن مع الدكتور نوردين الخادمي الذي منع من السفر من طرف سلطة الانقلاب الغاشمة على حد تعبيره ويقول للمرة السابعة يوصفها بسلطة الاحتلال الغاشم للمرة السابعة على التوالي ويتم إرجعه من مطار قرطاج دون وجود نص مكتوب أو حكم قضائي فعلا تونس في طريقها إلى أن تتحول مزرعة محروس أو مزرعة سعيدية لم تكن قد تحولت واقعا في ظل غياب سلطان القانون وميزان الحقوق والواجبات والتغلب رغبات الحاكم وأهوائه الفردية ونوازعه حفوا ونوازعه الخاصة في الانتقام والتشفي لغير توا عبد السليم يتهم في رئيس الجمهورية بالتشفي وأنه قرار مدعه هو والدولة وكذا والخادمي قال أنه الرئيس لو كان يسمع راه معناها قال خاتيه معناها قيس سعيد لو كان يسمع بهذه على حد تعبيره على كل وكان يسمع ذاه ما يترددش في رفع هالمنع ذاه اللي عليها ما عنده حتى موجب الخبر الثاني خليته لكم للأخر هو على نوع من الغرابة ذدا كيف كيف الشيخ محمد الهنتاتي تم الاحتفاظ به البارح بتهمة غريبة اللي هي شبهة التحرش حسب إذاعة موزييك ليمت هذومة مركزة ياسر في الأخبار الأمنية وكل مرة هاو فنانها وفنانها وشيخها وسياسي لغير ذلك موزييك قالت بأنه نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أذنت بتاريخ البارح لخميس الثمانتاش أوت الفين واثنين وعشرين لأعوان فرقة الشرطة العدلية في باردو بالاحتفاظ بالشيخ محمد الهنتاتي من أجل شبهة التحرش حسب محاضر البحث فإنه الواقع جدت في حدود ساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء تم تقديم شيكاية ضد الشيخ محمد الهنتاتي واتهموا صاحب الشيكاية بالتحرش مقالتش صاحبات الشيكاية صاحب الشيكاية بالتحرش في حين أنكر المشتك به ما نسب إليه ليتم إجراء مكافحة قانونية بين الطرفين تمسك إثرها الشيكي بالتتبع العدلي في حق المشتك به وتقرر الاحتفاظ به بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أخبار بالحق شنو ليساير في بلادنا توى من هذه الأخبار خاصة الأخلاقية إلى غير ذلك في انتظار توضيح أكثر عنها تفاصيل أوفة بخصوص هذه القضية ترجمة نانسي قنقر